من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم أبدأ محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل ارتياحه لمستوى التقدم المتحقق في مشاريع الأعمار والخدمات في قضاء الشرقاط مؤكدا خلال جولة تفاقدية ساعات الصباح الأولى أن العمل يسير بوتيرة متصاعدة وسيحقق النتائج التي ينتظرها الأهلي وأكد المحافظة تواجهها لتوسيع دائرة المشاريع الخدمية في شرقاط ومختلف مناطق المحافظة ضمن استراتيجية إصلاح شاملة تحافظ على المال العام وتمنع عبث الفساد وتعمل على غلق أبواب التدخلات غير المهنية باعتبار أساس العمل هو خدمة المغاطن وأثناء الجولة وجه المحافظ مدير البلدية لإيجاد حلول مناسبة لمنع تجول المواشي بالطرق والأسواق وبين الأحياء السكنية مجددا التأكيد على شمول جميع المناطق المخدومة بشبكة الصرف الصحي بعمليات تبليط الطرق بمواصفات فنية متقدمة